رقم عشرة عارف شوية كواليس في الخلاف الداير حول رحيل بعض اللاعبين في الاهلي فيه نقاشات مين يمشي ومين يعد فيه ناس عايزة لعيبة تمشي وفيه ناس تانية عايزة لعيبة تقعد تعالوا اشرح لكم تشهد الفترة الحالية في النادي الاهلي مناقشات حول شكل قائمة الفريق خلال الموسم المقبل حيث تبحث لجنة التقطيط للكرة مع كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاسماء التي سيتم التعاقد معها بجانب بعض اللاعبين الذين سيرحلون عن النادي وهناك بعض الخلافات في وجهات النظر حول اسماء بعض الرحلين يستعرض رقم عشرة حالة كل اسم منهم او الاسماء هو محمود كهرباء او اللاعب في قائمة الاسماء المختلف عليها داخل النادي الاهلي حيث هناك اصوات تطالب بدفع الغرامة الموقع عليه لصالح نادي الزمالك او دفع جزء منها وخصمها من عقد اللاعب النادي في حين يرى بعض الاخر داخل ادارة الكرة ضرورة رحيل الكهرباء مبررين رأيهم بان اللاعب لن يكون لديها اي جديد يقدمه للفريق خصوصا وانه بعيد منذ فترة عن الملعب لعب اخر هو محمد محمود لعب خط الوسط العائد من فترة اصابات متكررة في الفترة الماضية هناك انقسام كبير حول نصيره حيث يطالب البعض بخروجه للعارة حتى يشارك بشكل مستمر ويستعيد مستوى ويعود مرة اخرى للفريق في حين هناك رأي اخر باستمراره مع الفريق والاستفادة منه في وسط الملعب في ظل المعاناة الحالية للفريق لعب ثالث هو علي لطفي بعد ان كان هناك اتجاه كبير لرحيله والتعاقد مع حارس اخر ظهرت بعض الاسوات في ادارة الكرة بالآله تطالب باستمراره مع محمد الشناوي ومصطفى شبير خصوصا وانه قدم مستوى طيب حين الشارك حتى لا يدفع النادي ملايين في ضم حارس جديد في ظل مغالاة الأندية في ترك حرصها للأهل عن رأيك ده برضو رامي ربيع على انقسام حوله ما بين لجنة التخطيط وإدارة النادي حيث تتمسك اللجنة بالتجديد له واستمراره وتبرر ذلك بأنه احد اللاعبين الكبار بالفريق ووجوده امر ضروري لنقل خبراته للعبين الصعادين في حين تريد الإدارة رحيله والاكتفاء بما قدمه مع النادي حسام حسن المهاجم القادم من سموحه في بداية الموسم هناك حالة انقسام على فكرة استمراره في الموسم المقبل حيث يرى البعض داخل لجنة التخطيط أنه لم يحصل على فرصة حقيقية وبحاجة لله مع المجموعة الأساسية للحكم عليه في حين يرى البعض الآخر التعاقد مع مهاجم آخر وأعارة حسام حسن كنا قلنا لحضراتكم من يومين أن كابتنا أحمد سامي طالبه في سرامية كل وبطرة محمد هاني الظاهير الأيمن تتمسك لجنة التخطيط باستمراره مع النادي في الموسم المقبل في حين كان البرتغالي ريكاردو سواريش له رأي مخالف حيث كان حديثه عن هاني غير جيد ولم يكن في صالح اللعب إلا أن اقتراب رحيل سواريش قد يدفع باستمرار هاني صراح محسن هناك اتفاق داخل النادي الأهلي على رحيله ولكن الخلاف حول طريقة الرحيل سواء إعارة أو بيع نهائي حيث يرى البعض في لجنة التخطيط أن الأفضل إعارته ويتخيله ضمن الصفقات التبادلية للنادي في حين يرى البعض الآخر ضرورة بيعه نهائيا ما استفدش بصراحة الأهلي ما استفدش من صراح محسن وبالنسبة لمحمد هاني فالحكاية في محمد هاني أنه ما فيش ما فيش في السوق سوق اللاعبين سوق الانتقالات ظاهير أيمن ممكن يعوض أصلاً أو يعني الأهلي يعتمد عليه الفترة اللي جاء ما فيش فيش لمنتخب مصر أصلاً ظاهير أيمن ما فيش وبالتالي طريق الأهلي الوحيد أنه ممكن يعوض بيه مركز ظاهير أيمن ده ويجيب لعب كف لازم يكون برا مصر يدور على لعب أجنبي لو الأهلي بيفكر يدعم الجانب الأيمن بلاعب أجنبي ده مثلاً غير كده يمحمد هاني ممكن يبقى أفضل من اللي برا أو زيهم على الأهلي بس مش همشي ويجيب واحد ممكن يبقى زيه بالزبط ده اللي بيفكر في النادي الأهلي